يا عباد الله إن الاستهزاء بالدين ينافي الإيمان ويناقضه مناقضة شديدة لا جدال في هذا ذلك لأن الإنسان لا يكون معظماً للشيء ومستهزئاً به في آن واحد ده مجنون يبقى معظم لشيء ويسخر منه في نفس الوقت لا الاستهزاء بالقرآن الاستهزاء بالله الاستهزاء بالنبي الاستهزاء بالسنة لا يصدر عن مؤمن أبداً هذا يناقض الإيمان ذلك لأنه لا يكون الإنسان معظماً للشيء ومستهزئاً به في آن واحد فظهور الاستخفاف والسخرية يدل بصورة قاطعة على أن هذا المستهزئ غير معظم لربه وغير معظم لقرآن ربه وغير معظم لرسول ربه وغير معظم للذين يحملون شريعة ربه وربنا يقول في القرآن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه أنت مؤمن ولا كافر معظم لربنا وللقرآن وللنبي ولا مستهزئ بهم مستخف بهم حاجة واحدة أنت لقلب واحد ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب مرئ ولا يجتمع الكذب والصدق جميعا ولا تجتمع الأمانة والخيانة جميعا ولعلك حبيبي في الله ولعلك أخت الكريمة بعد هذه المقدمة تتساءلين عن أي صورة من صوري الاستهزاء بالدين تتحدث أيها الشيخ وكيف تزعم أن هذا انتشر بين طلاب العلم وبين بعض الدعاء وإن لله وإنا إليه راجعون إليكم بعض النماذج وأنا أقولها وأنا أتقطع ملزمة لأستاذ للغة العربية يدرس لأولادنا في الثناوية العامة وقعت في يدي أنا كتب حضرته على الملزمة ويوم يعض الفاشل على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع أستاذ فلان درسا معقول يا مسلمين معقول يا من درست في الأزهر وتدرس لأولادنا اللغة العربية تكتب على ظهر الملزمة ويوم يعض الفاشل على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع أستاذ فلان درسا وليس هذا عبث بالقرآن أو ليس هذا استخدام للقرآن في غير موضعه وتحريف لبعض آيات الله ونموذج آخر حدث اجتمع جماعة من طالبة العلم على مائدة الإفطار في ليلة من ليالي رمضان المبارك فقدم صاحب الدار الطعامة ونسي الخبز فقال بعضهم شاب يحفظ القرآن فقال ما لي لا أرى الخبز أم كان من الغائبين تلعب بالقرآن يا ابني بتشيل ألفاظ وتضع ألفاظ عشان تضحك الناس يا سخيف ما لي لا أرى الخبز أم كان من الغائبين فرد عليه صاحب الوليمة الأسخف منه سآتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين فرد ثالث سيء الأدب وماذا تفعلون بالخبز ولكم في العدس أسوة حسنة هذا وقع هذا حصل حفظت قرآن وطلبت علم ودعاء يعبثون بالقرآن ويستخدمونه في غير ما أنزل فيه وفي غير موضعه دول صورتين بس من آلاف الصور المرعبة التي تصيبك بالغثيان من هذا الصنف من الناس كيف نطالب أعداءنا بتعظيم ديننا ونحن لا نفعل كيف نرجو من ربنا النصر وديننا على ألسنتنا غير مصان الجناب